استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي لايد أوستن وزير الدفاع الأمريكي والوفد المرافقة له خلال هذا اللقاء أكد السيد الرئيس حرص مصر على تدعيم الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة شهد اللقاء التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية حيث حرس السيد الرئيس في ذلك الإطار على تأكيد أهمية تكثيف الجهود الدولية لتحقيق التهدئة في الأراضي الفلسطينية ووقف الإجراءات الأحادية والتصعيد استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السيد لايد أوستن وزير دفاع الولايات المتحدة الأمريكية والوفد المرافقة له بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي والسيد دانيال رومنشتاين القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة صراح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية أن السيد الرئيس أكد خلال اللقاء حرص مصر على تدعيم الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة فضلا عن تكثيف التعاون والتنسيق القائم بين البلدين في مختلف المجالات لسيما العسكري والأمني في ضوء أهمية ذلك لدعم جهود استعادة الأمن والاستقرار وترسيخ السلام في منطقة الشرق الأوسط من جانبه أرى بوزير الدفاع الأمريكي عن تسمين بلاده عاليا للقيادة المصرية والدور المهم لمصر في الشرق الأوسط كقوة استقرار رشيدة ومسؤولة مؤكدا حرص الولايات المتحدة على مواصلة دفع وتطوير تعاون وشراكة الاستراتيجية مع مصر خاصة في شق تعاون الدفاعي الذي يمثل ركزة الأساسية للعلاقات بين الدولتين أشار المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية حيث حرس السيد الرئيس في هذا الإطار على تأكيد أهمية تكثيف الجهود الدولية لتحقيق التهدئة في الأراضي الفلسطينية ووقف الإجراءات الأحادية والتصعيد مؤكدا أن حل الدولتين وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة يعد طريقة نحو تحقيق السلام العادل والشامل لصالح جميع شعوب المنطقة كما تطرق اللقاء إلى جهود تعزيز السلم والاستقرار على المستوى الدولي في ضوء الأزمات العالمية المتلاحقة التي تلقي بظلال سلبية على مختلف دول العالم